هنا بحمامة انتاج وفير وجودة رفيع لشعبة التفاح هذه السنة مقارنة بالمواسم الماضية بعد الاعتماد على طريقة حديثة والتوجه نحو الغراسة التكثيفية والتي من خلالها يحافظ الفلاحون على مكانتهم في السوق الوطنية والدولية الغراسة المكثفة دخلنا بها كتعاونية اولا باش نسيروا الزراعات الحديثة اولا لانها عندها مزايا كثيرة من ناحية ربح للوقت لان حاليا هذا السجراء الكيميش وفيها راي مغروسة في مارس 2020 ومشاء الله راي اعتاد تقريب منتوج سنة تقريب حوالي 12 حتى 13 كيلو للسجراء مشكلة تسويق ما نعني ومنه بكمية بالزكية ما نعني وفي الاسعار نحن نبيع سعار هنا معقولة ونلقاها في بعض الولايات سعار جدا مرتفعة ويقول المواطن يشكي اضافة الى تحديث طريقة الغراسة يعد التخزين الجيد لهذه الشعبة من اولوية مستثمري هذه المنطقة وهو مجسده اصحاب تعاونية الوراس لانتاج التفاح ببحمامه الشامبر هذه هي دائما تسمى هي تحافظ على المنتوج وكتشوف يعني الله يبارك يعني تلقى التفاح كيما راي كيكون تخزين مليح ومنظم تلقى التفاحة وكيما راي كيما تنحيها كيما تلقاه كيما راي كنتشوفوا راي اول تعاونية لجلبت هذا الاستثمار في الزراعات المكثفة وراه زراعة ناجحة بزاف وراه تنشط باب نشاطة جد راي والمنتوج التحرى هو لحسب صريحات اصحاب المستثمرة الفلاحية هذه اخ سعدوني حمزة عبالي راي جد ناجحة وتعطيك الوقت بعد وتخليك تربحة بزافة وحويش بزاف امال منتج والتفاح ببحمامه معقودة على ما ستجود به السماء من الغيثة من اجل انتاج وفير ذو جودة عالية خاصة وانه يعد احد اهم القطاعات الاقتصادية بالبلاد